بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم عن برنامج البرنامج اسمه موسيق هذا شركة البرنامج البرنامج يهم اكثر الناس الفنانين او المهتمين بعالم الفن التشكيلي البرنامج ده بيساعدك في ان كل يوم بيغير خلفية الموبايل بلوحة الفنان عالمي زي مثلا دي لوحة اليوم النهاردة بيديك اسم اللوحة واسم الفنان وكل يوم بيديك لوحة شكله لفنان مختلف وبكده بتكون مضطلة دايما على الفن وبدلا ما انت ممكن تخش كل يوم تدور على مدارس فنية او لوحات فنانين ممكن تنسى او ممكن تكونش متابعة بشكل كويس نظر الاشغال يعني عند كل واحد وكده فهذا برنامج بيساعدك ان هو اوتوماتيك بيفكرك او بيديك لوحة وبيعرضها على الموبايل بشكل كويس ممكن لو بصينا على خلفية الموبايل هتلاقيه زي ما احنا شايفين هو بيعرض اللوحة بشكل بلور كده علشان خاطر ما يشرشرش على الموبايل والايكون زي عندك فممكن لو عايشت تتفرج على اللوحة ممكن تضغط دابل كليك تظهر اللوحة فترة مؤقتة وبعدين تختفي اما بقى لو عايشت تشوفها بشكل كويس وتزوم وكده ممكن تفتح الابليكيشن نفسه وتزوم على اللوحة بس ده بالنسبة للبرنامج هو بسيط في حاجة كمان ان هو بيديك امكانية انك ممكن بدلا ما تعمل لوحات فنية ممكن تخليها لوحات ممكن تغيير خلفية الموبايل بس صور بتاعتك على الموبايل يعني ممكن تدخل من هنا تختار Customize وبدأ بتختار من هنا يجيب لك صورة من الموبايل عندك بيخليها هي خلفية الموبايل وتغيير برضو كل يوم ده بالنسبة للبرنامج في حاجة كمان ممكن لو انا عايزة تدخل على اللوحات السابقة بضغط من هنا وبختار يفتح لصفحة فيها لوحات هو فنانين اسم اللوحة اسم الفنان تدخل على كل اللوحات من هنا بس هو برنامج بسيط وبنصح حاجة بيهتم بالفن ان هو يسطابه عنده بيامل خلفية جميلة وفي نفس الوقت مش مدايق العين على الموبايل وفي نفس الوقت بتنمي الزاكرة البصرية عندك تبدل مطلع على الفن بشكل ده البرنامج موجود على جوجل بلي بشكل مجاني اي حد يقدر ينزله هسيب لكم الرابط بتاع فى الفيديو وفي كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا هو فيديو بسيط ومش مستهى الوقت طويل لو عجبك الفيديو تريد تعمل لايك والاشتراك شكرا